لا أنا زعلانة منك قوي طاند زعلانة ميني أنا؟ ليه حبيبتي؟ آخر حاجة كنت أتوقعها أنك تشتكي مني لأشرف أنا اشتكيت لأشرف؟ مين اللي قالك كلام الفارغ ده؟ أشرف هو اللي قالي كده أشرف قالك؟ أن ماما تشتكي منك؟ هو ما قاليش كده بالذبط بس يعني أنا فهمت كده لا في فرق جبير قوي أن أشرف يقول لك ماما تشتكي منك وأن أنت تستنتجي الموضوع ده بعدين لو أنت استنتجتي حتى المفروض الأول تيجي تسأليني سنين يا بنتي وأنا فيه إيه بيني وبينك عشان أشتكي منك؟ ما هو دالي خلانا أستغرب؟ هو أشرف قالك إيه بسه؟ قالي أنك بتشتكي مني علشان بخرج كتير ومش بعود معاك بس يا حبيبتي أشرف لما جوز جوازته الأولانية أنا عيشت سنين كتير قوي هنا لوحدي عملت النفسي حياة يعني عملت النفسي أصدقاء يزروني أزرهم نروح النادي نعط في الشمس ونحكي ونتسلى يعني عملت حياة نفسي فمعونتش بحس بالوحدة يعني أنا ماشتكيش الشكوى اللي أنت بتقولي عليها هاتي خالص ما هو أنا كمان بصراحة قلت الأصرف كده تنشخ ساكتة معي ومعطقتش أنها تكون بتعني من الوحدة المشكلة أنك أنت ما فيمتيش كلام جوز جوايس يعني إيه؟ يعني أشرف لما فتح معكي الموضوع ده ما كانش أصدني أنا خالص أنا مش فاهمة كده حاجة أنت بصراحة بصراحة بقى أشرف من الدقيق قوي من قروجيك كتير من أصحابك اللي أنت عملت قروجي معهم كل يوم وسايباه عشان كده قالك أعوتي معي عندك حقيقة هو فعلا قالي بدل ما تخرجي مع أصحابك أعودي مع ماما شفتي بقى صدقتين يا حبيبتي يا بنتي أنا يا ما نصحت أشرف طلق مراته الأولانية لأنها ما كانتش حطى أول اهتماماتها أشرف ابني ولا فهمك وايس قوي لما بيحب واحدة بيرتبط بيها بيبقى عايزها تهتمي بيه يعني مثلا تعرفي هو بيحب إيه وتعمله له بيفكر في إيه؟ صدقيني يا بنتي هو ده أشرف لو أنت عايزة تحافظي عليه اسمعي بقى أنا لا بخوفك ولا بهددك بس خلي بالك أشرف ابني قلبيته وحشة جداً يا بنتي بلاش خلي بالك اوعي من قلبيته لا أنت كده فعلا خوفتين يا طنت أنت عارفة حبيبتي ليه أشرف قلبيته وحشة؟ لأنه لما بيقلب يبقى عنده بليون حق أنه يقلب اوعي يا بنتي توصلي من المرحلة دي اسمعي كلامي؟ حبيبي السلام عليكم وعليكم السلام يا قلبي أهلا يا حبيبي باي حملين يا حملين يا تعالي يا حبيبي هل عاعد يا قلبي تفضل؟ حملين يا ماما حلوة يا قلبي طول ما أنت حلوة حملين يا مالكو؟ 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 دا كلامي يا حبيبي يعني تسأل مراتك ما خرجتش ليه؟ هي لو قعدت في البيت تزعل ولو خرجت تزعل؟ لا أبدا والله أنا بس مستغرب يعني اه أنا قلت عاد معاك أنت وطنت نهار طيب دا حاجة عظيمة جدا قل يا حبيبي أنت بقى أخبارك إيه؟ أنا تمام الحمد لله الحمد لله عارفة مين جات زارتني مبارح في الشركة؟ مين؟ مش هتصدق